عند الإعلان لهذه الحلقة وظيفتها المثيرة للجدل مقدمة وصانعة المحتوى دانا حسن اللي بتعمل نوع من أنواع الكاميرا الخفية على أحد المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي بالفترة الأخيرة بعد لقاء المصور الأخير مع أحد المنصات أيضا صارت التريند الجديد لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص عم بتهاجم أشخاص عم تدافع نزل بوست الإعلان تبع الحلقة مبارح وصارت همروجة صار في سيل من الانتقادات سيل من التنمر سيل من الشتائم وإلى آخر اللي عم يسألوني كنت قبل شوي عندك ترد ما رح أرد على أي شي حتى على الكومنتس الموسيقى لأري شخصيا ورح أدعي رواد متابعي السوشل ميديا وأساتيزة الإعلام عننا أنه نتابعوا حلقة اليوم ويتعرفوا معي على هالصبية اللي بالنهاية عم تقدم محتوى موجود وأغلب اللي عم يهاجموا عم يتابعوا وبالتالي المحتوى اللي عم تقدمه دانا هو محتوى قابل للنقد قابل للتقييم بعيدا عن الشتيمة والتنمر سواء على ضيفتي أو على البرنامج أو مقدمه أو الإزاعة مساء الخير دانا حسن أهلا وسهلا فيك يا عهو المدينة شرفتي حبيبي كيفك شو أخوارك؟ شو الأخبار عندك؟ أنا تمام روء قديشك قوية دانا يعني الشخصية قديش قوية أنا بصراحة يعني أنك على الرغم من كل هاد الهجوم اللي عم تتهاجمي على السوشيال ميديا على الرغم أنه كمان كنتي متابعة البوست اللي كنا محطوط على صفحتنا وبعدك كم كاملة وأمورك كلا يا تروا هاي قوة شخصية ولا شو؟ هذا بعتقد أسراري على الشيء اللي أنا بدي أعمله على الشيء اللي أنا بدي أدمه أسرار على حلمي يعني مو معقول شوية كومنتات على شوية انتقادات توقف لي حلمي بالنهاية أنا عندي طموح وعندي حلم وأنا ما قزيت حدا وما عم بزعيش حدا بالشيء اللي أنا عم أدمه فما بقدروا يقفوا لي حلمي بهايك بساطة وبالأخير أنا شايفة كمية المحبة وشايفة كمية العالم اللي بالعكس وقفت معي ودعمتني وسعنتني الناس اللي بعثتلي مساجات الناس اللي عملتلي نزلتلي سوريات الناس اللي قالتلي لحنا معك لحنا دعمينك ما تردي انتقادات أنا ما فيني أنسى هدو العالم أنا كرمال هدو العالم لهنن يعني هنن كل شي بالنسبة لي هنن عم يخلوني يكمل هنن عم يخلوني يستمر الناس اللي عم تبعتلي جرايا دلمساجات وكذا وهيك أنا ما فيني أنسى هدو الشيء فأنا كرمال هدو العالم كمان بدي تطوير من حالي بدي أعمل شي جديد بتظل متابعة فهيك يعني أكيد السؤال أنه أنت ما بتهتمي بالهجوم أو الموضوع مؤثر بمكانه عليك ولكن أنت ما بتظهري هذا الشي أكيد أثر بصراحة أول فترة أكيد أثر أول فترة عم تحكي عن شو أول فترة تقريبا أول 15 يوم من الهجمة اللي صارت وهالحملة هي كلها الانتقادات اللي صارت أول كم يوم قلتك مثلا صفحة نزلت بوست نزل وريفر يعني مو مشكلة بس بعدين طورت وصار وقت كتير نحن هلا تقريبا صار معرق شهر فينا نقول صار معرق شهر يعني شهر كامل السوشال ميديا كله عم يحكي عني واوة فصراحة حقات إنجاز هلا الانجاز اللي انت بحياتي برأيك هو إنجاز إيجابي أو سلبي هلا مثل ما خبرتك فيه انتقادات كانت سلبية ونفس الوقت أنا يعني بنورها الانتقادات هاي السلبية مشهرت لا مو كمس إنه موضوعا شهرت موضوعا شفت محبة العالم شفت إنه في عالم هاي على الصعيد الشخصي بس نحن نحكي انت على صعيدك الشخصي يا حساتي بمحبة العالم أكتر لأنه صار العالم عم تعبر لك عنها نتيجة الهجوم اللي عم بصير عليك بس بمكان السلبية يعني سلبية العالم هي هي اللي ساهمت بشهرتك أكتر ما أنت كنت مشهورة يمكن ما بعرف ما فيني يعني حدد بالضبط بس بالنهاية أنا ما عمل شي موسيق يعني أنا بكل مقالبي ولا بكل أنا الفيديوهات اللي أنا عاملتها ما كان في أي شي موسيق لا كان فيه مسبات أو شتائم ما كان فيه شي خارج عن حدود الأدب ولا الحشمة ولا خارج عن حدود مجتمعنا ولا عاداتنا ولا أتقل ما كان فيه شي يعني هو كان بالنهاية هي مسحة هي مقلب هي مسحة ومتلا ما بتعرف لحنا أصنع ربيانين على المقالب يعني هو مالشي جديد بالنسبة لنا لحنا طول عمرنا كان فيه كاميرات خفية كنا نشوف الكاميرا الخفية ونشوف البرامج ونشوف يعني مالشي جديد هو بالنسبة لنا دعنا أول الانتقادات على البوست أغلبة كانت عم تجي أو الانتقادات على استضافتك أجت على التايتل اللي محطوط قبل اسمك نحنا وصفنا أنه حضرتك صانعة محتوى صانعة المحتوى دعنا حسن كل الانتقادات كانت عم تجي على توصيف هذا التوصيف اليوم أنت شو ممكن تسمي حالك يعني بالنهاية أنا يعني نمنحط هذا البوست مو دفاعا يعني أنت حدا صانعة محتوى أنت كونتنت كريايتر هذا التوصيف تبعك العالمي والدقيق تموم صح ولا لا أبحكي غلط لا لا نسبو يعنيًا فكرة إليه طيب من العالمي أو داء مواقع المحتوى الذي يجب ش 임، Counselه فكرة ناطقة بأن المحتوى ليس يكون في أجل دائماً يدربز uki من محتوى مرتباء محتوى한데 محتوى معظم محتوى هั Bene من محتوى محتوى م Kate كتير محتويات وبالتالي اي حدا بيشتغل بهذا الكونتنت او بيقدم محتوى اسمه صانع محتوى تمام انتي كيف بتحبي تعرفي عن حالك صانعية محتوى ممثلة موضل شو في الاستشاغلات تطبق عليك هلأ مو مشكلة صانعة محتوى ممثلة البنت بتعمل مقالب أنا كثير بسمع هاي موضل تبع المقالب تبع المقالب اي انتي لبتعملي مقالب مو مشكلة هي كتار التسميات بالاخير عم بعمل شي واحد انا عم بعمل شي كوميدي ترفيهي مالو مقزي ابدا حتى انا اتجهت على الجانب الانساني حتى عملت شي مثلا انساني اكتر ترجيدي اكتر انساني بمعنى شو؟ شغلات ما فيه هي مثل دراما او هيك شي يعني مثل انساني مثل ما امقلك فما فيه كوميدي ابدا قلت بركي مثلا بتحب العالم اكتر فلقيت نظل اي انتقاطات نفسه ما فرق كتير شي شو سر هذا الهجوم هذا سؤال سألتك يا برا انه شو المبرر انتي بتلاقي لهم مبرر يعني انتي بتحسي انه في مبرر انتي ليها الاد زعشتين او ليها الاد ومستفزة بالنسبة للرواد مواقع التواصل الاجتماعي انا عن جد ما بارف شو صاري ما بارف ليها الاد انا زعشتون او ما بارف يمكن طلعت بسرعة ويمكن ضريبة نجاح يعني عم تدفعي ضريبة نجاح عم تدفعي ضريبة شهرة عم تدفعي شو؟ الا انا صرت مقتنع بالشغلة بالاخير انا ما فيني خلي كل الدنيا تحبني ما فيني خلي كل العالم تحبني في الالم اكيد هتحبني سواء الانساني سواء محتوى اللي ويلي هو وفي هالم اكيد ما هتحبني انا ما فيني خلي الدنيا كلا تتحبني فيك تنتقدني فيك تنتقد محتواي بس يعني انا بثمني لو هيك شوي يعني نراعي الآداب شوي نقول انو 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 ب الخير بنت wish you a pretty notice ofarde think it to me إن شاء الله ما بتبكي طول عمرك في حياتك بعيدا عن يعني أنت بالنهاية اليوم حدا عم يقدم محتوى لأشخاص على سوشل ميديا مثل ما في أشخاص ممكن يعجبها المحتوى في أشخاص ممكن ما يعجبها ولكن نحن عنا مشكلة واضحة مؤخرا بأنه أنا برجع بقول لو الأشخاص اللي كانت عم تنتقدها لدانا عم تنتقد المحتوى كنا بنحترمهم أكيد بس في أشخاص كان هو الهدف الأول والأخير هو إساءة سواء لإلك أو لإلنا أو لأي حدا عم يشتغل ضمن هذا البرنامج فأنا اللون يسلم إيديكم شكرا جزيلا لإلكون اللي كنت بدي أسأله أنه هل بصراحة بتجاوبييني اللي أنت عم تقدمي ضمن مقالب الكاميرا الخفية أنا عم بتصير بتشعري أنه هو مستفز طمع هو مقلب هي كاميرا خفية هو دور بس هلأ أغلب الناس أغلب الناس خلينا نحنا عم نحكي كأنه هيك عادين أغلب الناس عم تقول أخي أنه هدول هذا المقالب متفقين عليهم هدول المقالب أنتو عم تنسلوا ونتمسيلي وأنتو ما عم تنفو يعني أنتو سواء أنت أو أي شخص اليوم عم يعمل هدول القصص ما عم ينفي وعم يقول بأنه نحنا أوقات منضطر نقول أنه هذا مقلب لأنه بالنهاية بدنا نعرف شو الرياكت اللي بيضو يعطيه الشخص اللي عم نعمل فيه المقلب في مقالب حساسة إنت ما فيك أصلا تعمل مثل شو المقلب الحساس لي ما فيك تعمليه ولازم تخبره لعانهم عليه في كتير مقالب حساسة يعني مثلا في كتير أنت قاضي كانت أنت بتوقع بين الشباب والبنات جاييكي بهذا الحديث طب أنتو ما يكون قاعدين معنا في كتير مثلا مقالب مثلا هيك بتكون مثلا تمثيلية بتكون مثلا إحنا أنا جاية مثلا متفقم مع الأشخاص أنه أنا لح أعمل فيكم مقلب ما بيعرفوا التفاصيل بس بيعرفوا أنه في مقلب طيب أنتوا ما يكون قاعدين معنا طيب أنتوا ما بتعرفوا شو صار مثلا أنه أنا ترى هنا بقاموا زعلاني مني قاموا هنا عن جد متقاتلين وتركوا بعض ما فيه شيء لي تركوا بعضه بسبب يجي يقلي وأنا مستعمل هو نتيجة المقالب اللي بتعملي يعني هاي القصة أمن سمع عليك بأنك أنت بتعملي مشاكل بين اثنين متجوزين أو اثنين بحكمة تمام هذا الاستفزاز هذا الانتقاد هذا الهجوم أنت اليوم يعني موجودة على الأرض تنزلي على الشوارع بتمشي بين الناس عم تلمسي هذا الشيء ولا هذا الحديث بس بيكون على السوشيال ميديا بصراحة هذا الحكي كله بس على السوشيال ميديا لأن أنا ما منزل على الشارع ما عملاقي نفس الكلام اللي يكون موجه للي بسوشيال ميديا يعني بالعكس أنا بشوف العالم بالطريق بشوف حبة العالم كتير الحمد لله الحمد لله بشوف إنه العالم حببتني هاي دانا كيفك معدك تعملي معنا المقلب اليوم وين المقلب اليوم فينا نتصور مع بعض ما بتدخيل قدينا بمبسط لما إي حدا بيوقفني تعيني نتصور كيفك عرفانيني ماشي بالطريق عرفانيني هاي محبة العالم أنا بالنسبة لي بتكفيني يعني أنا بدي شوف محبة العالم هالقد بالنسبة لي وشايفة المساجات العالمية عم تبعت لي والعالم عم تدعمني يعني والله من وقت ما أنا ما شوف عالم بالطريق نحن معك نحن دعمينك كملي طيب أنا هل من المعقول أنا شوف الانتقادات وأترك هدول عالم المحبيك أكيد لا هدول عالم المحبي هي بتكفين تعرضتي شي مرة بالشارع لحد أزعجك زاد كلمة بمعنى أنه عم يحكي عم ينتقد محتوىك طبعا ما عم يحكي بشكل شخصي والله لا هلأ لا يعني أنا هاي الفكرة أنا كل الانتقادات وكل الهجوم كان ورع شاشة سوشال ميديا فقط لا غير بس أنا وأرض الواقع الحمد لله ما تشوفت غير الناس المحبة إن شاء الله على طول حواليك رح ناخد بريك صغير من بعد ونرجع من كفية حلقة اليوم من داماسكس نايت شو خليكم برفقتنا بعد البريك رح نحكي نحن ودانا عن المحتوى اللي بتقدمو وعن شو بتحلم تعمل المحتوى لقدام خليكم برفقتنا راجعين عدنا إليكم من جديد لنكفي حلقة اليوم من داماسكس نايت شو مع ضيفتي صانعة المحتوى ومقدمة المحتوى دانا حسن دانا كنا حكينا أول شي عن الانتقادات حكينا شو عمين حكا حكينا بقصة أنه أنت بتفرق بين الشباب والصبايا بدي أحكي هلأ عن المحتوى يقال هلأ بدي أحكي عن الانتقادات اللي بتجي على محتوىك وأتمنى بأنك تردي عليهم لأنه بالنهاية لازم يكون في إلك وجهة نظر أو يكون إليك رد على الانتقادات اللي ممكن تجي يقال بأنه المحتوى اللي أنت عم بتقدميه هو محتوى مقلت شو بتردي مقلت أكيد فيه شغلات لديك أكيد أنا بالنسبة لي بالذات أول مطلعات أنا تقريبا صاري شي سنة ونص بالمقالب في أول مطلعات أكيد أنا ما كان عندي أي فكرة عن المقالب فأكيد أنا استعنت بمقالب مصورة من قبل شغلات قديمة لحتى أنا بس يعني صارت الأفكار براسي هيك أحسن بلورت أكتر لحتى قدرت أنا أخذ فكرة أساساً شو هي المقالب ولا شو بدي أعمل ودائماً هي الفكرة وليت اللحظة الفكرة والتنفيذ لإلك ولا في حدا بيحضر لك أفكار لا الحمد لله بالبداية أكيد بالبداية كان في كثير أشخاص عم تساعدني يعني من ضمن التيم اللي نعم نشتغل فيه أوكي هلأ مؤخراً لا الحمد لله كل شيء أفكاري يعني عم يكون يعني بلشت تعملي أفكار جديدة أوكي أنت تقولي بلنو بالبداية كنت عم بستعين بأفكار موجودة وبالنهاية هذا البرنامج موجود يعني الكاميرا الخفية موجودة يعني الكاميرا الخفية من قبل دانا ومن قبل زيادة سحتوت ومن قبل كثير عالم نحن مطول عمرنا عايشين تزا بتزاكن لما كنا صغار كان في كاميرا خفية لحنا وإني ربيانين على الكاميرا الخفية طيب المحتوى اللي أنت بتحبي تقدمي دعنا شو هو بتحبي هذا النوع من المحتوى واللي عم تشتغليه لأنه هو هذا بيجيب مشاهدة لا لا أنا بشكل عم بحب الكوميدي يعني متل ما خبرتك عملت الأنساني بس أنا أقرب لقلبي الكوميدي لا لقيت حالك والإنساني ما لقيت حالي بالعكس كمان حلو بحب يعني طرف تاني من شخصيتي بس الأقرب لقلبي الكوميدي لأنني أنا سلصن كوميدي وبقفل وبضحك وكذلك فبلاقي حالي أكثر بالكوميدي طيب إذا بدك تعملي محتوى غير هذا المحتوى بالمستقبل شو ممكن تعملي شو شو الخطة يعني اليوم أنت عم تشتغلي على هذا على بهذا المجال هلأ أنت عم تشتغلي هذا النوع من المقالب رح يخلص أكيد طبعا أد ما استمر بده يخلص أكيد الأفكار بتخلص وبيصير بعدين كترة تكرار بيصير ممل بيصير المقالب ويصير أي شيء بالدنيا بمتى ما طالب بيصير ممل ما في شيء بيستمر للأبض شو حاطة خطة لحالك بأنك تعملي شيء لأدام هلأ أنا كتير ببالي شيء ما حقلك إنساني بس شيء لكي كمان بترجو كوميدي لكي كوني بفهم شوي بالموضوع السوشيال ميديا فهنا أنتوا يعني جماعة جماعة سوشيال ميديا يعمل نشتغل إنساني يعمل نشتغل انترتيمنت وتضحك أنا أعمل شيء غير مثل الشيء أنا حابة يعني نحنا كوميدي مو كوميدي كوميدي كمقالب شيء لزيز انترتيمنت بس من نفس الوقت أن أقدر ساعد فيه يعني يكون فيه مساعدات أنا هادلي حابة حابة إجمع الاثنين مع بعض بس بطريقة مختلفة طريقة ما تقدمت طريقة ما تقدمت الفكرة واضحة ولا عم تشتغلي عليها الفكرة واضحة بس بدأ شوية وقت حتى تطلع كتير زابطة تطلع كتير راكزة حلوة ما أستعجل عليها أنت المنصة التي تشتغلي معها شو هي ري اكشن ري اكشن أنت نعم عليك عم تلافولو فيسبوك وإنستاغرام لا بالعكس عم تلافولو فيسبوك وإنستاغرام والله هيك أنا هلا ما عم تقول لك برغيزة لا بالعكس بس خبروني عم يقل لي ميار ريكو ها هيك ميار عم يعمل لي براسه هيك شو لا ما لك عملتينه لا والله بالعكس ممكن أنستا إننا أساسا ما عندهم كتير ما بننزلوا شي على أنستا لحن هي المنصة أكتر شي شغلة على الفيسبوك واليوتيوب فبالعكس وأنا يعني حدا من من الأدمان أو هيك شي بالفيسبوك والله هي ميار كان لقط لك ياها أنا فيديوهاتي معقول ما أعمل يعني هاي عم تنزل فيديوهاتي ما أشوف حالي يعني معقول عكس ري أكشن هدو العيلتي الثانية حالو أنا كتير بحبه كيف توصفي شغلك ضمن منصة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا النيو ميديا اللي عم بتصير هاي الثورة الجديدة هل نحن بالفعل ما عنا منصات تقدم محتوى هادف يعني أغلب كمان الكومنس اللي أجيت بأنه شو المحتوى هذا محتوى بيحكى عنه شو المحتوى اللي هي عم بتقدمه لازم كل المحتوى يكون هادف ويكون علمي ويكون ثقافي ولا مثل ما في ثقافة في entertainment أكيد في ناس بتحب تقدم شي تعليمي شي في عالم تحب تقدم شي ثقافي في عالم تحب تقدم شي سياسي في عالم تحب تقدم شي عن المسال الغيبيات والأفال الفلك وكذا وهيك كل حدا بيلاقي حاله ممكن تشتغلي شي بالأبراج والفلك أنا كتير بحب التعريب أنا كتير بحب يعني أنا بعرف الأبراج وبعرف مثلا أنه مثلا هلأ طالعك هيك هلأ هذا الكوكب بيتأثر عليك أنا كتير اللي بيضل الشغلات برجل حلو برجل حلو شو عم بتغزلي برجك شايف طيب دانا كونوا عم نحكي عن المحتوى نحن اليوم متابعين ومن كل آياتنا بنفتح فيسبوك بنفتح إنستان بنفتح يوتيوب وعادة ما الفيديوز اللي بتكون فيها entertainment أو مقلب تعمل مشاهدات عالية مقارنة بالمحتوى المهم يلي أوقات بسوء مثل الشباب اللي عم ينطقضوا المحتوى ما بيجيب أد ما بيجيب entertainment والله مشارط أنا بحس بلعكس ما شارط بس عم بحكي عن التجربة السورية منموم أكيد براءة نحن كل آياتنا منتابع محتويات عربية ومنتابع محتويات مصرية واردنية وعم نتابع اليوم خلاص تماما شفت شؤالت محتوىات مصرية واردنية كذا نحن يمكن بالسوريا يمكن تأخرنا شوي باليوتيوب وتأخرنا شوي بالسوشال ميديا وتأخرنا شوي لحتى نحن مثلا مقالب إمتى بلشت عنا بالبلد من جديد منهان نحن wireless ليس كونة اول ناستغفезي تعمل شئ بالسوشال الميديا كنت أنا أول حدا أنا أول بنت كانت بتعمل مقالب أول تعمل شئ عجلة هي تشربة بنتي قليلة عادة mateix кто يشعروا المقالب بشرائنا وثنوة عندما When I got عام two-ث COME عندما نزلت وبدأت أعمال كان كل مستهجن الفكر أنا أول شي أنا بنت آخر الآن الفكرة لم يكنت متداولة عننا كانت شيء جديد بنسبانimal فلحنا لحنا يمكن كبلط ما تآخرين شوي يعني بالسوشيال ميديا بشكل عام بس هو بكل دول العالم كل حدا قلو ما يولو كل حدا بيحب مسلا الثقافي شي بيحب الكوميدي شي بيحب التاريخي انا بالنسبالي انا كتير بحب الفلاك انا ازا شو بتسردني ممكن اسرد هيك على طول على الفيسبوك وعاليوتيوب وهيك كل شي مسلا افلاك كواكب غيبيات هادالشغلات كتير تستهويني كمان من الشغلات اللي انكتبت شو اصدتك مين داعمك لحتى عم تطلعك لها المقابلات في حدا داعمك ولا انا الله معي الحمد لله هذا جواب كليشي ولا عن جد لا لا انا عن جد الله معي لانه كل شي صار بحياتي هو صدف وما كنت مخاطط له وما كنت متوقع ولا متخيلة بيوم ان انا اوصل لهون كيف فتي بصدفة على هاد المجال اهو هي متل ما انت قلت هي صدفة انا مبع انا مولا ببالي يعني انا اصاصا لما رفقاتي من سنة ونص كان عم ورجوني المقالب وهي فانا كنت عمقول نف خلاص شو سألها خلاص ايمو ايمو منو شي ما بدي شو هادا نعرضت علي الفرصة وجربت اول شي بالبداية انا شفت الانتقادات وتركت وما حبات بعض الفترة حسيت انه طب انه خليني جرب عندي طاقات كتير جواتي انا كتير كنت حابة انه انا جرب حابة انه يعني عندي كتير مواهب بس ما حدا عم يعرفي يعني ما حدا عم يعرفي استغلة ما حدا عم يعرفي يكتشف لي اهو فقلت انه اوكي خليني جرب فانا جربت ومع الوقت حبيت والحمد الله يعني ري اكشن بالذات كتير ساعدوني والتيم بشكل عام كتير ساعدوني كتير كتير بمعنى ساعدوك بشو ساعدوني مثلا عطوني دافة عطوني انه يلا بيطلع معي كلا كذا التيم ساعدني مثلا مثل ما خبرتك بالبداية انا ما كنت بعرف شو الافكار اللي بدي حطة ولا كذا ما كنت اطلع اول شي لحالي وهنا اللي يوجهوك لعرض المحتوى نحن كانت لانه اصاصا ري اكشن هي انه نتشوف انت هي ري اكشن هي مقالب كانت من البداية هيك احنا انا كتير حبيت وشوية شوية بلشت لعندي الافكار وشوية شوية بلشت العالم تعرفني انا كتير بحب هذا شو احلى فكريت مقلب عملتيا احلى فكريت مقلب انت عملتيا فرم اي توزد يعني ممكن ما تكوني اختي والله تقريبا لك من فيني قلك من اخر ست شهور هو كل شي هذا افكاري كل شي احلى فكري عملتيا بتحسي انها كانت كتير مهنومة انا بحب الحرف انا صرت اختار الحرف انه مثلا البنات ما بتشوف بنت دهان اوكي انا مثلا عملت بنت دهان ما بشوف بنت شوفارة تاكسي حتى في حدا عملها قبلك بسوريا صحية وعلهي ما بعرض بظن انه في حدا في صبيه عملتها ما بعرض انا بالنسبة لي انا بعرف ان انا كنت اول حدا بيعمله عملت بنت شوفارة تاكسي انا كثير بحب هذول تبع شوفرة التاكسي انا بيتسلّ فيها لما بشوفهم المنت الدهال، المنت اللحامة، المنت تبعية الأراجيل كان عم يقبضوكي العالم دانا لما يفوت ومسلا لما يفوت حدا على لحام وميشوف صبية حلوة وكذا ولابسة ويقبضوكي انك لحام او لا؟ لا اول شي كنت انا عقبت دور بصراحة ما عم تاخدي يعني انتي ما عم تاخدي دور اللحام عم تكوني صبية حلوة منك يجي ووقفة عند اللحام هلأ هاي بالبداية هاي بالبداية انا اول شي كان انا ببالي الفكرة متل ما عمل لك انه هي هيك بتبلش القصص مانك انا انا ببالي ان انا هعمل بنت الكيوت اللذيذة اللي مالي عارفاني اللي كذا هي بادة انا حبيت الدور وحبيت انه انا بالعكس انا ورجين انه انا اي لحامي واخت رجال واي كذا هي فانا حبيت الدور اكتر واتقنته اكتر جاكي على الواقع عروض تمثيل بعد ما انشهرتي عبر مواقع التواصل اجتماعي تقريبا هلأ ما في شي جدي بصراحة يعني نعرض بس ما في شي جدي ممكن حكا حكي مجرد فكرة نعرضت فكرة مو اكتر بس شي جدي او كذا لو شو كنت في سؤال كنت بدي اسألك يا عن حطلنا اغنية خارج ما نسيت شو سؤال نسيت شو بدي احكي اوكي اه كاتبين لك اه انه هل من الممكن انك توصلي لمرحلة من الغرور بتقولي لي معاجب ولا يحضر لا الغرور لا مستحيل انتي بتحسي حالك شايفي حالك او لا ابدا بالعكس انا كتير ظريفة انا كتير ظريفة انا كتير منيحة لا لا بالعكس بالعكس هي الناص لي هاي هذا الجمهور هو اللي بيطلعك هو اللي بنزلك اوكي هو محبة العالم هي اللي بتخليني يكمل هو اللي بتخليني واقف دعنا شو دي راستيك الأساسية انا دراستي أساسية اقتصاد انا دارستي اقتصاد او فرعة مالي فيه وما لي فهمها مالي فيك شي مو بحب ابدا keeping bel confused اي او او انا انا ابدا انا ضلاللي تقريبا هستبعمون واتب last time i'll make articles بالاقتصاد بالاقتصاد صلي عشر سنين بالجامة بتتخيل يعني في دفعتين ونص تخرجوا طالما عم تقولي عشر سنين فمفروض نقدر العمر تقولي عمرك عادي سبعة وشرين تلاتين واحد ستة وتسعين حبيبي شكرا الاقتصاد الدراسة وكأنه عم يخبرني ميار أنه في دراسة تانية تمام أنا أول شي درست اقتصاد أخذت معي وقت طويل فأنا حسيت وأنا مالي مالي بهذا المحاسبة وكذا واشتغلت ببانك أنا ما بحب أبدا أنت شو بتحبي بالحياة قبل ما تصيري على السوشيال ميديا أنا مو صغيرة أنا بحب مسل وغني كنت شوف الدعايات كنا صغار نشوف الدعايات أولاد الصغار وهيك أنا كمان بدي أعمل دعايات أنا كمان بدي أمثل وغني أنا كمان بدي أعمل شي هيك بدي أكون مثل الأميرات ديزني فيك تجاوبيني بصراحة عن هذا السؤال تحديدا أنت بتحبي هذا الشي محبة بالشهرة أم محبة بأنك أنت تعبري عن موهبة هي بالفعل الموجودة عندك الا انا نفسي شهرة فيه كتير السبل وكتير وسائل تأخذها بالنسبة للشهرة بس انا عندي كتير جغلات شوات هيك مواهب متفونة شوفي شي من المواهب لسه ما طبعا اني غني هو ضللي هي بس ان انا مسلت مسلا انا عملت مقالب ضللي اني غني تعمليها؟ طبعا بدي اعمله مو بعمله اكيد حعمله صوتك حلو ده انا ما مارف انا انا بحب غني ممكن تغني هلا معي على هو يلا هاي تريند جديد ان شاء الله اسبوع تاني رح يضلوا مستلمينك علي غني لا بلا لا حتى بمقالبي انا كتير بغني هلا يلا بلا مكملين معكم مستمعي المدينة حقيقة مجموعة من الاسئلة كانت محضرة لدانا ايضا زميلنا ميار رح اعطت لك هاي كم سؤال رح اسأل منهم هذول التصريحات انا ماني شايفون اوكي هاتينا نشوف ما عندي مشكلة ينتقدوني او ينتقدوا مقاطعي بس بتدايق لما يسيبوا اهلي كانوا عم يتعرضوا لاهلك كمان تمام تمام وانا حكيت وقتا ان انا ما عندي مشكلة تنتقدني لو تنتقد محتواي انت فيك تحب المحتوى فيك ما تحبه فيك تحبني وفيك ما تحبني بس بعتقد اهلي ما لن علاقة بهذا الموضوع ليش شتيمة الاهل يعني مشان شو ما لن علاقة الاهل كان عندك تجربة كمان بالاعلام كنت عم تخبريني تمام انا درست مثل ما خبرتك انا اول شي درست اقتصاد وكذا وهي كل ايضا حالي مالي فيي وعش سنين بس بعدك مكملة لها اللي عم تقليلي لسه في امتحان وعم تأدمي اكيد اكيد بعدني لها اللي يعني حتى تدرسي عمري خمسين بدي اخذ الشهادة سبعة وعشرين سنين لسا عم تدرس جامعة انا المكالوريا المرضيت ايضا لا لا اكيد مستحيل ما اخذ الشهادة يعني اكيد درست بعضين اعلام معهض دبلوم اعلام وكذا وهي واشتغلت بازاعة من بفترة كنت مخرجة ازاعية مخرجة ازاعية مخرجة ازاعية وكنت عم فكرة في ذاك الوقت انا اصغر حدا بالكل الازاعة واصغر مخرجة ازاعية كان عمري عشرين فايت على وعشرين برابو يعني مجال قليل مخرجين كان النصبية مخرجة مزول كان عنا اكتر منصبية مخرجة بس قليل كتير ما خطر عبالك هذا المجال تحديدا هو ما اقول لك انا اساسا عندي جواتي ديشك مغامرة يعني انه البنت شو ما كانت يعني مخرجة ازاعية لشتغل مقالب بشتغل شو بتكون انا جاهزة بغني بدا تغني المخلوقة طيب حدا يكتشف الموهب عندي كتير مواهب جواتي عندي طاقة فضيعة جواتي بس كان بدي انه اي حدا يكتشفني اكبر طموح بالنسبة للك بهذا المجال شو هو هلا ما اقول لك انه وصل للعالمية ووصل هذا الكلام معني المقال دائما الكل بيقولوا لا انا نفسي اعمل شي خصوصي للي يكون تعرف مثل كنا كان في برنامج اوبرا مونفري وهيك وكذا انا كثير بيبالي هيك شي اه بتحبي تطلعي مزيعة كمان اكيد طبعا لكن درست على العباس البنت متعددة المواهب انا بمثل وبغني وبعد برامج موخر شو بدك شو بدك برافو وموضل كمان وبعدك حتى بالموضل اللي قم تشتغلي كثير انا بحب هذا المجال يعني المنجال الموضل انا صحيح خطر ببالي هذا السؤال ممكن يكون الانتقادات والهجوم على الاتتيود تبع لبسك على انه مثلا ممكن في بنات ممكن تغير منك في شباب ما بيتقبلوا طريقة لبسك او طريقة حكيك ممكن يكون هو هاد السبب يعني لقلك شغلة ما بعرف ممكن بالاخير انا متربي شكل انت متربي شكل انا جاي من background غير background تبعك اي كل حدا متربي شكل كل حدا اهله يعني مختلفين على الاهل التاني بس انا ما بطلع من البيت اهلي شايفيني يعني احنا ما عنا مشكلة انا عمشتغل على شبه تي في يعني عمشتغل على شاشة تماما انا عمشتغل يعني انا مو ما اقول اشتغل من مرة ظهر اهلي او انا اطلع شي من البيت واجي مصور بشي انا اكيد لا بس يعني ممكن يكون هاد الهجوم هو نتيجة الاتتوت تبعلي بسك او انك مثلا بتحطي صورك على السوشيال نيديا بشتة كمان يعني عادي انا كنصور بشتة عادي انا كنصور بشتة حقيقة نفتتلي انتباهي لشغلة ما كنت خاطر على بالي بس انا كنت عرف حابة اقولك على شغلة كنت قبل مفكرة انه هي غيرة بنات اوكي انا كتير حابة تشكر البنات لانه هنني يمكن اكبر جيش للي ما بتتخيل انتي متابعينك اكتر من البنات يعني هلأ اذا نفتح صفحة انستغرام طبعك قدي نسبة الشباب للبنات ام لا اوكي الشباب اكتر اكيد بس المسجات اللي كانت عم توصني من البنات هي اكتر بكتير من الشباب يمكن لانه بيفهم حالة انه حدا يكون عم يتهجم عليك او عم يتنمر او عم يشتميك فهنا يحسوا فيك كبنت انا استغربت لحنا دائما معروفين انه في غيرات بنات وفي كزا هيك انا اللي لقيت انا بالعكس كان البنات كلها تنوقفين معي يعني ما بتتخيل قديش مبسوطة بهذا الشي يعني البنات توقفوا معي اكتر بكتير من الشباب بالعكس كانت انتقادات من الشباب اكتر بكتير من البنات تتخيل اوكي شو اكتر شي بينتقدوك علي كل شي يعني شو اكتر شي دايما دايما بتسمعي يعني هلأ بعتقد يمكن انه مسلا عالمحتوى اكتر الشي انه زنخة غليزة كزا ما حلو ما حبانا بيض كتير عم بسمع الكلمة هالفترة يعني هيك وقت مصنعة اه متصنعة هالفترة كنت عم بسمع كمان متصنعة اوكي انه انت عم انت عم تعملي شخصية هي مو انت اوكي انا والله نفسي نفسي عن جد يجو يشوفوني على الواقع انه انا نفسي بالتصوير ونفسي بالمقالة ونفسي على الواقع ونفسي بالبيت انا نفسي نفسي يعني ما حعرف اخذ هالادوار هي كلا ياته وتصنع كالتصنع كلا ياته ولي بيشوفني على الارض الواقع هي عارف ان انا نفسي بالكاميرا ونفسي بالبيت ونفسي بكل شي دعنا انا مصد فيك بهذا اللقاء والحوار اللطيف انا كبير كنت مصر اني ورجي الشخصية الحقيقية او بمعنى انه المحتوى اللي عم يتقدم فيه اشخاص بتقدم محتوى ممكن يكون ما بيعجب ولكن لازم تتعرف على شخصية هذا الحد وتعرف هو شو بيحبه شو بيكره او الفكرة بانه لو للأمانة لو كانت الانتقادات عم بتكون على المحتوى كنت وانا واحد من الاشخاص وبعتقد بهي المقابلة حكيت عن كل الانتقادات طبع المحتوى اللي ممكن تتوجه لمحتوىك او بالنهاية الاشخاص ممكن تعمل فهنا نحررين نحن عم نشتغل حتى انا ببرنامجين يوم نشتغل للناس في عالم بتحب تسمع الراديو في عالم ما بتحب تقريب على غير ازاعة نحن ما عم نقول انه لا اقلبوا بالعكس تماما نحن عم نحاول نعمل اكتر ما يمكن لحتى العالم تقبلنا لحتى نكبر قاعدتنا وجماهيريتنا وتعاملنا مع الاشخاص انا بدي بالنهاية اتمنى لك التوفيق والخير شكرا كتير موفقة مبسط فيك شكرا كتير واتمنى طبعا انه التوفيق لك بالمستقبل وتعامل الشي اللي انت بتحبيه سواء بالغنى او بالتمثيل او بالمقالب وموفقة كتير شكرا انا كتير حابة تشكرك وحابة بس هيك قول شي هيك بسيتي اول شي شكرا كتير انا كتير مبسط فيكم بسطت بلقاءنا الحلو شكرا وحابة تشكر اكيد تشكر ري اكشن اكيد واتشكر كل التيم الموجودين حابة تشكر الكل عن جد يعني انت مفتوض خير قديش انا مبسوطة بالعالم اللي هي لهلأ بعد عم تبعتلي مساجات ولهلأ بعد عم يعني دعمتني وساندتني وكذا وهيك فانا كتير بتشكركم وكتير بحبكم الناس اللي عم تنتقد فانا برضو بحبكم كتير ويبتمنى انه انا بالنهاية ما لي ملوك انا بالنهاية بشر اكيد مركيا ان شاء الله على الايام الجاية بعمل شي اللي بيكون الكل رضيان عنه الكل حابه متل ما خبرتك انا ما فيني خلي الدنيا كلها تتحبني بس الحمد الله مبسوطة كتير بالعالم اللي بتحبني والناس اللي يعني شايفتني عم بعمل شي مني وحابتني لقلي لانه انا دانا وبس موفقة بالنجاح فكتير شكرا للك شكرا كتير 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 انا كتير مبسوط معك موفقة بالنجاح والتوفيق مستمعين مدينة نحنا هيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من دماسكس نايت شو بدي اتمنى لكم هيك بقية سهرة ظريفة بتشبهكم لطيفة مثلكون ان شاء الله نكون ضيوف خفاف الدم على مسامعكم وآذانكم نرجع من التقن نهار الأربعة بحلقة جديدة على الهواء الليكم برفئة المدينة